اهلا بكم من جديد في صباح المصري طبعا يمكن كلنا تابعنا الومبياد توكيو عشرين عشرين وكيف ان مصر حقا ست ميداليات ميداليات زهبية واحدة فضية واربع ميداليات برونزية وازاي كان ده لواقع كبير جدا وصدع الجمهور المصري والجمهور العربي لكن في نفس الوقت شاركة مصر باكبر بعثة في تاريخ الومبياد فهنا بيتقال هل المشاركة الكبيرة جدا ده هو مناسب لتحقيق ست ميداليات فقط ولا كان مفوضي عندنا عدد كبير من ميداليات وأيضا فرحة المصريين بالست ميداليات وكيف انه تم تكريم الابطال هنتكلم معكم على بعثة مصر الشاركة في الومبياد توكيو عشرين عشرين وكيف حققها الست ميداليات وكان المأمول ايضا منها الكثير نتحدث معكم في هذه الفقرة مع ضيفنا في سيديو الناقض الرياضي بالأهرام الأستاذ محمد السابق صبعا خيرا سيد محمد أهلا صبعا خيرا سيد محمد طبعا مشاركة كبيرة جدا طبعا لمصر في الومبياد توكيو وهي أكبر مشاركة أعتقد أنها في تاريخ الومبياد من المنتخبات المصرية أولا نهني كل الأبطال اللي حققها وميداليات في دورة اللعب الومبياد انتهت بتوكيو منذ أيام قليلة جدا طبعا مصر شاركت في الومبياد بأكبر عدد يمكن وصل ل 149 لعب والقعبة في مختلف اللعبات يمكن كتير جدا من اللعبات أو معظم اللعبات اللي قيمت في الومبياد نحن شاركنا فيها نبارك للأطفال للأبطال اللي حققها وميداليات خاصة في ريال عشرة في صاحبة الزهبية وكل الأبطال سواء سيف إيسى أو أحمد الجندي صاحب الميدالي الفنديق أو جيانا فاروق أو جيانا فاروق كل الأبطال صراحة حققوا أو هدايا ميلاك كل الأبطال حققوا ميداليات نبارك لهم وألف مبروك لهم ولمصر كلها والشعب المصري كله ما فيه شك أنه يمكن دي أحسن النتيجة في تاريخ مصر في مشاركتها في الإنبلاد أنها حققت ست ميداليات مختلفة يمكننا حققنا قبل كده خمس ميداليات لكن أول مرة حقق ست ميداليات لكن مش هذه الميداليات أو هذه النتاج هي المأمولة يا سيد حسني اللي بيعسة كبيرة جدا والدولة كبيرة جدا زي مصر اللي عدد سكانها أكثر من مئة مليون نسبة يمكن في دول عدد سكانها خمسمائة ألف أو جزر في المحيط الأطلسي أول محيط حققات ميداليات ذهبية أكثر من مصر حققات ميدالياتين دولة زي بورتريكو يعني يمكن ستمائة ألف عدد سكان حققات أغاندا حققات ميداليات ذهبية أكثر من مصر أسيوبيا إلى آخره أستاذ حسني عايز أقول لحضرتك أن النتاج اللي حققتها مصر ما كانتش نتيجة التخطيط من اللجنة الأولمبية أو التخطيط من الاتحادات كلها نتاج بالصدفة ويمكن ده مش في البطولة دي بس في كل البطولات كل الأبطال اللي بيجيوا عندنا أبطال بالصدفة أو نتيجة الموهبة عند الأبطال دول يعني ما كانش مخطط مثلا ليهم ومداليات اللعيبة دول ولا إيه؟ لا للأسف ما فيش تخطيط يمكن في بعض الاتحادات اللي هي عندها تخطيط زي اتحاد كرة اليد اللي هو بيخطط للرياضة بصورة جيدة جدا ممكن اتحاد الخماس الحديث إلى حد ما بيخطط لكن كل الأبطال نتيجة موهبة خاصة بهم يمكن زي ما حصل مع كرم جابل قبل كده زي ما بيقول حضرتك بالصدفة نتيجة لموهبة الأبطال في اللعبات الفردية واهتمام أهلهم بهم يمكن لعبة الكراتيه احنا دولة بتلعب كراتيه بصورة متبيزة جدا وإحنا عندنا أبطال عالم وأول مرة تخش لعبة الكراتيه في الأولمبيات أنا من دلاتين لكن للأسف لعبة الكراتيه بعد كده مش هتخش في الأولمبيات في باريس غير مدرجة غير مدرجة في الأولمبيات يمكن إحنا اللعبة التانية اللي متميزين فيها السكواش برضو مش بتخش الأولمبيات فاللي حصل ده مش نتيجة لتخطيط اللجنة الأولمبية بقيادة الوانز هشام خطب أو مسؤولي الاتحادات لو هناك تخطيط يا أستاذ حساني كنا حقا على نتائج أفضل من كده خاصة في اللعبات اللي احنا حققنا فيها قبل كده ميدليات زي الملاكمة حققنا فيها قبل كده حتى في أسينة الجودو حققنا فيها قبل كده رفع الأسقال اللي هي اللعبة اللي هي أصلا مصر متميزة فيها من يام فريد السيميكا احنا من سنة 1930 ومن أكتر من 100 سنة للأسف ما فيش تخطيط والدليل على ذلك الفشل الكوير رفع الأسقال لو السنة دي شاركت في الأولمبيات كانت أعطا تفاقك حوالي أربع ميداليات لو شاركت يعني ما فيش شك خاصة في البنات وفي الرجال للأسف احنا المصارعة المصارعة زي ما قلت الحضرتك كرم جابر جيه بالصدفة يمكن كيشو حقق ميداليا برضو نتيجة للمجهود فردي ليه ونتيجة لبعض الجهد احنا للأسف يا أستاذ حساني ما فيش محاسبة من الدولة أو المسؤولين للاتحادات الفاشلة أو لللجنة الأولمبية اللي أخفقت هم فرحانين بالست ميداليات بس ست ميداليات دولو مش نتيجة لجهد اللجنة الأولمبية طبعا انت ما تشاركت بمية صعبين لهم ست ميداليات يعني غير يعني مناسبة المية ستة وربعين مشارك ما فيش شك وغير مناسبة لبلد فيها مئة مليون احنا فيه كفاءات وفيه موهوبين كتير جدا في مختلف الألعاب في الألعاب القوى في المصارعة في الرفع الأسقال في الأقاليم يا أستاذ حسان لك للأسف ما فيش اهتمام بيهم والدليل على ذلك هروب أبطال المصارعة وفاشل الاتحاد المصارعة والمرشطات طبعا احنا عايزين بقى يلقاء الضوء حول في الفترة الجاية حول الموهب الشئ المتواجد حتى قال لك يا أستاذ حسان انه اتشاف الموهب دي في الأقاليم مريام عبد المين المعمارة قال لك انه في مشروع للبطل الأولمبي لكن للأسف مشروع ميت ما بنشوفش منه أبطال أولمبيين خالص نتيجة لما فيش محاسبة للاتحادات اللي بتحققش نتائج بالعكس دي ممكن بيشجعوهم يعني اتحاد الرفع الأسقال اللي هو أصلا اتهم بالمنشطات وتم رفعه من المشاركة في الأولمبيات دلوقتي بيدير اللعبة وفشل فشل زريع ودليل على ذلك هروب بطل مصر اللي هو أبريم حسونة لقطر وحوة تحقيل وميدالية زهبية لقطر لأول مرة في طريق قطر يحقق ميدالية زهبية يعني نقيم فعلا بعد الأولمبيات دي إزاي بقى عندنا فعلا المواهب شابة في مختلف المحافظات الأقاليم وأعتقد دي ستبقى مهمة جدا لكن بالنسبة لكرة اليد كان فيه هل انت شاف المركز الرابع ده يعني ومحنى في كرة اليد ولا كان برضو ممكن حق ميدالية برونزية يمكن الاستثناء الوحيد يا أستاذ حسن اللي فيه تخطيط هو اتحاد كرة اليد والدليل على ذلك الأداء الرائع على منتخب كرة اليد في الأولمبياد أو في كأس العالم اتحاد كرة اليد برئاسة يمكن منذ تولي المهندس حسن مصطفى المسؤولية على المستوى الدولي ولكابتين يشاب ناصر يعني عرغم من بعض المشاكل بس فيه تخطيط على المدى البعيد والدليل على ذلك النتائج الجيدة اللي احناها في كأس العالم الأخيرة وكأس العالم قبل الأخيرة والأولمبياد يمكن كان طموحنا أحسن من كده وكان مستوىنا أحسن من كده لكن ما حصلش توفيق في المباراة الأخيرة سواء في المباراة الدول النصف النهائي فهذا بسيط مع أسبانيا 331 يعني ولا اليقة بدنية يعني لا برضو ما فيش شك يمكن ما فيش توفيق وفيه بعض العناصر المتميزة في منتخب أسبانيا ومنتخب دنمارك اللي احنا لعبناهم الحراس المار ما كان لهم تأثير قوي في خسارة منتخب مصري يمكن فرنسا حارس مرمى ممتاز لدينا كريم هندوي ده أحسن حارس في العالم يعني كريم هندوي حارس متميز والطيار حارس متميز بس برضو حارس مرمى فرنسا متميز أكتر لكن هما قدوا بصورة جيدة جدا وكتر خلهم أن هما وصلوا للمركز الرابع وإن شاء الله في البطلات القادمة ممكن حقاقوا نتائجه وكان حلمنا كبير جدا أن هما حقاقوا نتائجة لكن يمكن سوء التوفيق الأخطاء البسيطة جدا أدت أن ناخد المركز الرابع لكن كرة اليد أدى معا له بصورة جدا حضرتك على حاجة ممتخب الجنباز سافر شاركه عشر هو طلع هو التاسع مشكلة شاركه عشر وانتخابات في البطولة طلع التاسع منتخب الفروسية اللي هو رئيسه أصلا المهندس يشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ما حقاشي أي نتائج مرجوه منتخبات كتير جدا ومصاريف جمدة طبعا يعني استبعد مثل هذه المنتخبات حتى عشان التكلفة ونختار المتميزين ونهتم بالبراعم والناشئين والمغوبين في مصر مصر فيه أكتر من مئة مليون لو أنت بحثت في الأقاليم في الصعيد في أسوار ليه ما تجيبش من أسوار لعبة بيلعبوا ألعاب قوة خاصة أن يمكن الجو في أسوار مناسب لأسيوبيا وغندا اللي هم متميزين في الألعاب القوة ليه ما بتجيبش لعبة من كل محافظات مصر في رفع الأسقال يمكن بقى عابير عبد الرحمن ونهلة رمضان اللي هم أصلا طلعوا من الأقاليم من إسكندرية وكانوا بيدربوا في مركز شباب يعني شوف الفشل الزريع لاتحاد رفع الأسقال اللي يعمل من أنت اللي متميز فيها بتفشل فيها ويهرب منك أحسن بطل بريم حسونة اللي هو خد الميدالية الزهبية القطر في أول مرة في تاريخ قطر تأخذ ميدالية الزهبية قد بريم حسونة اللي هو البطل المصري فللأسف ما فيش تخطيط إحنا جاريت المسؤولين والدكتور أشرف صبحي يبدأ يحاسب الاتحادات دية يبقاش كل واحد يعمل اللي هو عايزه وفي الآخر موجود في مكان يعني ديه بعد الدورة كاشف حساب كاشف حساب إيه اللي حققته والإنجاز والتكلف والمصريب والإنجاز 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 والإحانة تكويسة نكافؤه من ديه دوايز لكن يبقاش فاشل وبرضه يستمر في موقعه ويستمر في موقعه وما فيش أي نتائج إيجابية لمصر مصر أكتر من 20 مليون مصر فيها واحد كتير جدا في مختلف اللعبات ليه أصلا إحنا نقتصد يا أساس حساني كتير جدا من اللعبين اللي سافروا توكيو مجاملة لرؤساء الاتحادات عشان الاتحادات أصلا وخاصة الاتحادات الصغيرة هم اللعبة أولادهم أولاد أعريبهم الاتحادات الصغيرة زي التنس الطاولة زي التنس زي اللعبات الصغيرة اللي بفيهاش أعداد أندية كتير جدا كل اللي ضع في الاتحاد خمس ست أندية أو سبع أندية فتلاقي المسؤولين مش من دلوقتي كمان من 30 سنة أو 40 سنة هم المسؤولين على الاتحاد في بيديوا أولادهم أولاد أولادهم وبسفروا ياخدوا بدلات السفر وبستبتعوا لكن مفيش أي نتائج في الجنباز في السباحة السباحة فريدة عثمان اللي احنا صرفنا عليها ملايين تاخد المركز الخمسين إزاي إزاي يعني لازم انتحاد السباحة يتحاسب بالحكس انتحاد السباحة هو عمل الانتخابات قبل اللجنة الأولمبية ورئيسه وسكرتير اللجنة الأولمبية المهانز ياسر أدريس وبياخدوا جواز اللي هم مفاشل أصلا ليه بنتحسيبش الناس دي ليه بيحروقوا دم المصريين إحنا الميديات زي ما قلت لها حضرتك يا أستاذ حسان نتيجة لموهبة فردية ودليل حزان مش عالي ضيع برضو فرحة برض معلش يا سيد كابتل محمد شغلين ضيع برضو فرحة ست ميديليات يعني برضو آه احنا الحاسب طبعا عم كشف حسيها بس برضو يا أستاذ حسان بوست على الميديليات بوست بطلة بطلة مصر اللي هي في ريال الأشرة في الحياة الدمية من مركز شباب بالمرج يعني مش من اتحاد ولا من نادي كبير جدا من مركز شباب بالمرج يعني لو لنه اهتمام أهلها بيها ومهوبتها هي انت هنا كابتل محمد أو سيد محمد يعني توقع يعني ايه ممكن اللعاب اللي اتحقق لنا مديليات في الفترة يركز علي خاصة العاب الفردية المصارعة 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 اللي احنا أبطال فيها يعني عندنا كارم جابرة وعندنا كيش ودرواتي وفيه بطل أبطال كتير جدا المصارعة رفع الأسقال احنا متميزين جدا في رفع الأسقال يهتموا بالأقاليم يهتموا ببركز الشباب تكون ذو برضو العاب القوة العاب القوة مفيش اهتمام بها خالص يا سيد سيد حساني العاب القول اللي احنا كنا متبايزين فيها مفيش اهتمام بها خالص ما نجيب احنا الأولاد زي مولتا حضرتك من الأقاليم من أسوان مثلا أسوان دي الجو بتاعها ورايب جدا من أسيوبيا ومن رغاند هتلاقي منها أبطال وفيه رمال والأولاد بلعبوا في الرملة وعندهم يعني إمكانية وعندهم تحمل وصبر وعزيمة هتلاقي هتلاقي فيها أبطال يمكن سيبنا من العاب مثلا زي الفروسية طبعا ما مش هنحق فيها نتائج لا لا وحاترف أسقال برضو الأقاليم في بحري وزلت فيها عندنا أجسام كتير جدا ما أقول لحضرتك نهلة رمضان وحبير عبد الرحمن من مركز شباب الأنفوشي في اسكندرية اللي هم حاقوا من دلات أولوبية قبل كده ليه ما اهتمتش بيهم ليه ما اهتمتش يعني كل قليمة عديلة خصوصية طبعا ما فيش شك لكن احنا للأسف هنا زي بولت حضرتك اللي بيسافروا اللي هم القرائب والمحسوبيات اللي هم محسوبيين على المسؤولين في الاتحادات زي بولت حضرتك اتحاد مصرح دو هتلاقي فيه عدد أعضاء الاتحاد حوالي 15-12 نادي المسؤولين هم من 20 سنة من 30 سنة هم 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 مفيش محاسبة من الاتحاد من الوزارة مفيش محاسبة من أي حد ولذلك بيستمر عدم التوفيق نحاول لحافظ طبعا عبطالنا المتواجدين دلوقتي وبرضو يعني مثالين اللي حققوا ميداليات دول ومثال لأبطالنا الصغيرين بالتأكيد يعني عشان يبقى عندنا تفريخ بقى وحاجات جديدة يعني بصوا على وزاي الدول بتكرم الأبطال دول بشكل مفرح وجميل جدا واستقبالوا في المطار وغيره على هم أنا أنا بشكرة جدا طبعا الوقت دي عندنا الأستاذ محمد سابت الناقضة رياضي بأهرام يعني شرفتنا حضرتك شكرا أستاذ حسان وسعيدي بوجودة مع حضرتك فكانت طبعا معكم متواصلة عزائي المشاهدين وأيضا هناك طبعا بس مباشر لزارة سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل إلى مدينة بدر لفتاح عدد من المنشآت السكنين انتظر طبعا هذه الستاحات المباشرة تسعد الشعب المصري ولكن بعض الفاصل ننتقي معكم في فقرتنا المتنوعة لهذا اليوم